أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان حديثنا اليوم عن موضوع شيق جدا بعنوان بناء البيت الجديد طبعا اليوم احنا مش بنتكلم عن تكوين الأسرة وبناء الأسرة ولكن بناء من نوع تاني وبتعرفوا أن الكتاب المقدس كل الكتاب كما يقول تقول كلمة الرب هو موحى به من الله وأن كل ما كتب كتب لأجل تعليمنا فأكيد دايما في رسائل اللي الله بيكلمنا فيها وكل الكتاب المقدس يسير بتناغم وانسجام تام واليوم رحين نتكلم من رسالة رسالة خاصة وأنا قوم أن هذه الرسالة مهمة جدا لكل مشاهد ولكل مشاهدة عن إيه الله عاوز يعلمنا من بعض رسائل العهد القديم وبالتحديد اليوم رح نتكلم عن سفر يعتبر سفر صغير جدا أعتقد أنه يمكن تاني أصغر كتاب في العهد القديم في سفر عبادية والسفر اسمه سفر حجة النبي حجة كان عنده رسالة وهي الرسالة كانت للشعب في أيامه ولكن نستطيع أن نستشف من خلال كلماته أنه كان من خلال الكلمات في رسالة مستقبلية وفي رسالة تطبيقية عملية اللي إحنا محتاجين نتعلمها ونستفيد منها فابقوا معي حتى أعود بعد هذا الفاصل لكي نتحدث عن هذا الموضوع الشيق ترجمة نانسي قنقر